أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلونا نروح لتليفون هام جداً واحد من أساطير كرة القدم التونسية وأسطورة نادي التراج السابق كابتين خالد بدرة يا كابتين خالد إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك 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 إسلام وحشني وحشني جداً إحنا العبدة ضد بعض طبعاً وسعيد جداً جداً أنت تبقى معايا على الهواء وأنا كمان حبيبي حبيبي ربنا يا خليم مرحباً أساد المشاهدين وبشعب مصر الشقيق حبيبي كابتين خالد كابتين خالد يعني طبعاً حضرتك واحد من أساطير كرة القدم التونسية ونادي التراجي خلينا خش معاك في الموضوع على طول شايف مباراة التراجي القادمة أمام النادي الأهلي إن شاء الله في القاهرة إزاي؟ وشفت المباراة الأولى إزاي؟ والله أنا شفت الشاعة الأول المعتاد في تونس كان التراجي بعيد كل البعد على المستوى الحقيقي التراجي ما لعبش بالأسلوب بمتاعه زي ما معودنا المباراة النهائية يضد الأهلي بالذات كان مستوى عالي وكانت من دفاع بدني كبير يظهر التراجي ما لعبش بالمستوى وبالأهداف متاعه يظهر التراجي كان بعيد كل البعد صح لعب شاوت أول في تونس ما زال شاوت ثاني في مصر إن شاء الله ما تكون تراجي حاضر وجاهز بالمقابلة هذه إن شاء الله يقدم المرجو منه لحفظ الوجه أول شي وتصمع التراجي وقيمة التراجي في أفريقيا حيحنا نلعب ضد فريق كبير اللي هو نادي الأهلي نادي القرن عنده لعبين ممتازين كانت المباراة الأولى في تونس لعب بانتشار معه محكم في الملعب كان هو السباق كانت الخطة التكتكية المرسومة متاع المدرب كانت خطة التكتكية منتراز عالي طبق اللعيبين كل كل التعليمات المدرب ومنافذ للمرمى منتاع الحارس معتها منتاع شناوي كانت مقفلة وشفنا مع تتيلة المباراة كاملة ما تراجي ولا تساوه ولا شيء نظر لي تراجي حتى المهاجمين متاعهم كانوا في عزلة ما فماشي حتى روح معتها من المهاجمين نشوفوا لهوني كذلك هو مهاجم نشوفوا عبدالباص ما قدموا ولا شيء المحترفين التعليمات كانوا بعيدين كل البعض كنت خالد أنا أزف تفتكر أن ما حدث قبل المباراة كان له تأثير ولكن أعتقد أن ما ليش تأثير معرفش يعني أنا بأتكلم معاك لكن أعتقد أنه ما كانش له تأثير لأن النادي الأهلي بس اللي كان بيسخن ما حدث من الجمهور يعني بعض الأمور اللي حدثت قبل المباراة كان له تأثير ولا لا والله أنا ما شفتش كراحة والله أنا ما ما متابعتش المباراة في الملعب ما تتبعت في التليفزيون شوية أنا ما شفتش الأحداث هذه شفتها زيه команter Baum về AA ها وهذا وهو ما شفتش الآحما ليش حمgue ايه ما حدث Е كتتت تقول جملة أثرت أثرت شوية على اللاعبين ككل معنا كانت �مب اتأخرت سحل ماتا الجو كان حار ما كانش مكانش الجو ماتا اه كويس ماتا كان تقل درجة الحرارة تتراوح ما بين اربعين وعلى اربعين درجة. ايو. ماتا حتى كنت تأخرت ماتا كنت تكون ماتا ممتازة لللاعبين الكل. ماتا اثرت اكثر شيء اثرت على اللاعب الترجي. ايو. هذا اللي نشوف انا. طيب. المباراة تانية لو حضرتك مكان اه المدير الفني معيني الشعباني لنادي الترجي. هتفكر فيها ازاي خصوصا في النهاية كنت خالد الترجي ده. واحد من اعظم الفرق في قرى الافريقية. واحد من اهم الفرق حصل على بطولات كثيرة جدا. وبالتالي انا شايف ان هي هتبقى مباراة صعبة جدا جدا للفريقين الحقيقة. والله هي من الصعبة على النادي الاهلي. هي صعبة على الترجي. الترجي على خطر المستوى اللاعبين اللي كانوا موجودين في الفين وتسعة عشر. ما همش نفس اللاعبين. مم. بعدها كان لبليلي كان موجود شعلالي. بعدها كانوا اللاعبين عندهم وزنه و عندهم ثقلهم في الملعب. ايه ايه. اليوم ماتا نشوف آآ خير معانا اللاعبين الموجودين توظير مات على الفريق السابق. اليوم نشوفوا ظاهرة الشاطي معانا مواش قاعد يقدم في مستوى مرضو منو ما اتفالترجي ده التونسي ماتا محترفا فياح ما تا بات قول اعترامتي لي معانا ما اقدمش الهداء. نهاتى ملاعبين مقدموش الهداء للترجي ده التونسي، مموش في своего حلمة لتراج ج جدي التونسي. اليوم أنا نقول مش نلعب ضد فريق منتصر علي وعندي مباراة للعودة أنا نقول نلعب الكل في الكل زي ما نقول نلعب الكل في الكل بالاحتياط بالتحفظ في الخط الخلفي ما نقبلش أهداف نعرص ما نكون أنا سباق على الكرة نكون ما نصمن عندي فعال بدني ترجى دالي تونسي نجم يرجع أما اليوم ماته صعب ونقول أنا صعب معتها المقابلة هي صعبة برشا برشا وندي الأهلي عمره ملي يفرط معتها في مباراة زي هذه انتصر في تونس وعنده مباراة العودة في مصر وقدم جمهوره معتها ندي الأهلي ماته اليوم معتها أخذها بليء آخر معتها أخذها درجة أخرى من واحد كان الفاردة توج بها والسنة هذه نجم يكون قريب برشا معتها بيش يتوج بالكاس عدي نعم معتها نحن الترجى دالي تونسي مش مش تقف على المقابلة هذي ترجى ماته ولده قاعد يشتغل يحضر فريق الثاني الجاية ان شاء الله ماته نقوله واحد أما أنا نقول معتها للمقابلة صعبة هي على الفريقين لاثنين وليمشي هيحكم في أعصاب وليمشي يخذ وسط الميدان وليمشي يكون حاضر في الملعب وعلى الكورة هو روى وليمشي يخرج بميقات الفوز ونقول الترجى عنده الإمكانية هذية أما ما تماشي الأدوات اللاعبين اللي بيش تشتغل بهم في المباراة هذي وهنا نقول معت النجم نعطي نسبة تسعين في المية اللي هو الأهلي مش يتصر المباراة هتيجي إمتى القاهرة بقى كابت الخالد هتيجي ممكن نشوف هتيجي تتفرج على المطش ده وتشرفنا هنا في القاهرة وحشتنا يعني والله أنت كمان السلام حبيبي والله إن شاء الله كان إن شاء الله ربنا يسهل هذه الشحيح شحيح متاع كورونا هذه لتخلتنا لكلنا ما رأوش بعضنا ما نقابلوش بعضنا إن شاء الله في القريب العاجل يرفع عنا البلاء هذا وستظل دائما المحبة موجودة في قلوبنا للتوانسة وفي قلوب التوانسة لكل المصريين والله هي موجودة وستظل دائما موجودة طبعا والله يا كابتنا الإسلام هي موجودة هي موجودة المحبة واحد أما نحن العقلية تختلف أما رأيو الحب العربي والحب الأخوة المسلمة هو موجود والله الموجود وإن شاء الله يا ربي يسفل القلوب ما بينت بعض كورنا وإن شاء الله يارب إن شاء الله الروح الروح زي العاد إن شاء الله يا رب أنا بشكرك جدا جدا يا كابت خالد على وجودك معنا كابت خالد بضل شكرا جزيلا أسطورة كرة القدم التونسية وأسطورة الترجي